بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة ونحن نقترب من ليلة ولادة علي الأكبر سلام الله عليه قرة عين الحسين سلام الله عليه نسأل الله سبحانه وتعالى نحظى دائما وأبدا بشفاعته ودعائه ورؤيته يوم القيامة إن شاء الله تعالى هذه السورة في ليلة التاسع من شهر شعبان اقرأها 14 مرة لفك الكرب الشديد وقضاء الحوائج ودوام النعمة ورائحة البال ما هي هذه السورة التي أكد عليها علماؤنا الأعلام كما تعرفون بأنه قد ورد في كتاب الله عز وجل عددا من آيات الله الكريمة والمجربة عند أهل العلم لفك الكرب والهموم بالإضافة إلى كثير من الفوائد منها بأن الله سبحانه وتعالى يقضي الحاجات ويزيل الهم ويريح القلب والبال ومن تلك الآيات ومن تلك السور هي سورة الشرح أو بعض الأحيان تسمى بالإنشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب هذه الآيات رددها 14 مرة في حال شعورك بالاكتئاب أو بالحزن ولا بأس ولا بأس ومن الأجمل ومن الأفضل أن تضيف إليها سورة الفاتحة من الأجمل والأفضل أن تضيف إليها آية الكرسي من سورة البقرة كما تعرفون كذلك من الأجمل أيضا أن تقرأ معها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لأطاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافري لا بأس بأن تضيف هذه الآيات من سورة الأعراف 117-119 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغري إذا أحببت أن تضيف هذه المجموعة من الآيات فسوف ترى ثأر الإجابة أسرع بكثير أما إذا أردت له بأنه تكتفي بسورة الإنشراح أو الشرح 14 مرة فهو أيضا نافع جدا 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 لزوال الكربي والهمي وقضاء الحواج برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام